نار وجحيم المرتزقة تلتهم أصحابها وخلافاتهم تحرق الأرض والضحايا هم الأبرياء هكذا هي معادلة العدوان مع من لم يموت بطائراتهم يموت برصاص مرتزقته أثناء الاشتباكات فيما بينهم التفاصيل في التقرير التالي كل يوم يمر تنكشف حقائق للشارع اليمنية حاول العدوان بمكينته الأعلامية التسطر عليها تحت شعارات وهي سقطت منذ الوهلة الأولى وحتى الآن والخلافات التي تعصف بالمرتزقة تؤكد ذلك فالحادثة الأخيرة التي وصفها مراقبون بالفضيحة المدوية حين أقدمت قوات إماراتية لمحاصرة قيادة المرتزقة في محافظة عضن أثناء قدمهم من تعز لم يقف الأمر على محاصرة مكان إقامتهم بل قاموا باقتحام المكان واعتقال البعض منهم وإهانتهم والتعدي عليهم سارعت قيادة المرتزقة في عضن لتبرير ما حدث منهم قال أن السبب يعود إلى عضم التنسيق وآخر تحدث أن قيادة مرتزقة تعز قدموا إلى عضن بأسلحتهم والأخير قال أنهم دخلوا محافظة عضن بأعلام الجمهورية اليمنية وهذا أمر مرفوض في عاصمة الجنوب لتكون تلك التبريرات فضيحة أخرى وصلت خلافة المرتزقة إلى أوجها ويحاول المرتزقة التسطر عليها وتبريرها لكن يبقى موقفهم كمن يغطي على الشمس بغربال فالعضوان الذي كان يرمي إلى قضم أكبر مساحة من البلاد أصبح يحرق تلك المساحة عن طريق مرتزقة لتكون الصورة في عضن والتعز من لم يمت بطائرات العضوان يقتله المرتزقة إثر اشتباكات فيما بينهم